اشتركوا في القناة الدور التصعي لدور المؤتمر الأوروبي. اللقاء انتهى بالتعادل الإيجابي هدف لهدف. توبة جلس على الدكة 93 دقيقة وهو أمر مفاجئ للصحافة ولأنصار النادي أيضا الذين توقعوا مشاركة توبة كأساسي بما أنه صفقة الموسم في قلب الدفاع كما أنه شارك في آخر لقاءين وديين كأساسي بحثت اليوم في الصحافة التركية عن السبب وراء ابقى توبة كبديل. قناة ايسبور التركية قالت أن السبب فني بحث والمدرب إيميري هو من رفض إشترك توبة وقرر منع الفرصة للاعبين آخرين في هذا المركز شخصيا أتوقع أن عدم مشاركة توبة بسبب أن الخصم من الصحاين هو مجرد تخمين سيتم تأكيده في الأسبوع المقبل ففي حال لم يسافر توبة للأراضي الفلسطينية المحتلة فإنه سيكون قد رفض اللاعب ضد هذا الفريق وفي حال سافر وهو ما لا أتمناه فإن سبب ابعده عن لقاء يوم أمس قد يكون فني فعلا سلطت صحيفة ريكورد البرتغالية الشهيرة في عددها لنهار اليوم الجمعة الضوء على وضعية لعب الخضر إسلام سليماني صحيفة ريكورد رسمت لمحبي اللاعب وأنصار الخضر صورة سودوية وقالت أن وضعه سيء جدا ومستقبله غير محدد ومجهول معالم الصحيفة البرتغالية قالت أن سليماني يريد الرحيل والنادي يريد التخلص منه أيضا لكن حالة التوافق هذه تصطدم وراتب اللاعب الكبير والذي يقف حائلا أمام بيعه لأي من النوذي التي تريده ريكورد لم تشر لأي حلول ممكنة فيما تبقى ميما كاتوسي في حالي لكنها شددت على أنها وضعية سيئة جدا الحديث عن عدم قدرة الأندية على تقديم الراتب السنوي الذي يريده اللاعب يبدو مبشرا على الأقل بالنسبة لي وهو يؤكد أن هناك راغب حقا في ضمه وفي حال سأت الأمور كثيرا فإن سليماني سيتنازل ولو قليلا من أجل إنقاذ موسمه ونفسه يعني وضعه ليس سيئ كثيرا كما يقال وبيد اللاعب يوم جديد وخبر جديد ونادي جديد يرتبط بلاعب الخضر أدم الناس فبعد الكم الكبير من الأندية الإيطالية وغير الإيطالية سابقا ممن ترغب في ضم اللاعب ها هو نادي كالياري يرغب أيضا في ضم الدول الجزائري كالياري الذي يضمه الناس لست أشهر الموسم الماضي يريد شراء بطاقته نهائيا الآن الصحفة الإيطالية قالت أن إدارة كالياري اشترط التعاقد مع الناس من أجل مساعدتها على صعود للدرجة الأولى الإيطالية الموسم المقبل مقابل السماح للعبها نونداز بالانتقال في الاتجاه المعاكس وما نابولي أنا نقلت الخبر كما هو للأمانة لكنه منطقيا مستبعد جدا 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 والناس من المستحيل أن يلعب في السيري بي إلى ذلك ومع أخبار الناس دائما وإلى ما جادت به صحيفة إيل ماطينو علينا وهي مقربة جدا من نابولي إيل ماطينو أكدت أنه والناس يملكوا الكثير من العروض وإدارة نابولي درست الكثير منها لكن سبب عدم الانتقال أنه لا أحد من هذه الأندية استطاع أن يقنع اللاعب والنادي في نفس الوقت ما أتت به صحيفة إيل ماطينو يبدو سبب المنطق الوحيد لتأخذ رحيل الجزائري رغم كثرة الراغبين في ضمه أدل لعب الخضر آدم زورغان بتصريحة لصحيفة لاذونير البلجيكية تكلم فيها بإسهاب عن كثير من الأمور منها أرقامه وموسمه وأهدفه المستقبلية وكثير من المحاور الأخرى ما يهمنا نحن في تصريحة زورغان ما قاله عن مستقبله زورغان وكما يعلم الجميع مرشح قوي للرحيل رغم تجديد عقده آدم وفي تصريحاته للصحيفة السابقة قال أنه سعيد في ناديه الحالي ودليل ذلك أنه جدد عقده لكنه فتح الباب مشرعا لرحيله حين قال أنه في حال وصل عرض جيد من نادي كبير فإنه سيرحل لتطوير نفسه مضيفا أن النادي لن يعارض رحيله أيضا هذا دليل مقاطع على أن زورغان يملك اتفاقا مع ناديه قبل التجديد على الرحيل في حال وصول عرض كبير آدم سئل عن نادي ليون فرنسي بالتحديد والذي اقترب منه كثيرا في جنف الماضي وهنا صدم زورغان محاوره وصدمني شخصيا حين قال عفوا بجرأة أنه حين ينتقل سينتقل لنادي يلعب منافسة أوروبية كبيرة وهو أمر غير متاح لنادي ليون في الوقت الحالي زورغان يكون قد تخلى عن ليون كما سبق وتخلوهم عنه رغم أنه كان قريب جدا جدا من الانتقال إليهم في وقت سابق باقي الحوار في المصادر لمن يريد الإطلاع عليه لكن على العموم أطلعتكم على أهم جزء منه في هذا الخبر هل انتهى فعلا مسلسل تجديد بالنصر مع ناديه ميلان؟ على الأقل هذا ما بشر به موقع بيانيتا ميلان أنصار النادي عشية اليوم الجمعة الموقع الإطالي المقرب من ميلان قال أن هناك معطى يؤكد أن الأمر انتهى وبالناصر سيجدد قريبا جدا قاطع عن طريق على كل الراقبين في ضمه المعطى المقصود من قبل الموقع السابق هو تغريدة للصحف الإطالي المحسوب على نادي ميلان لوريس مارينيلي هذا الأخير وضع تغريدة أفواً فيها اسم بناصر واسم ميلان وأيضا صورة على توقيع وعبارة سون أو قريبا وهو أمر أكد موقع بيانيتا ميلان أنه دليل على قرب التجديد مسلسل تجديد بالناصر يشبه كثيرا مسلسلات لاعبين من حيث ارتباطهم بالأندية أتمنى حقا أن ينتهي سريعا سواء بالتجديد أو الرحيل من أجل أن يركز بالناصر على الموسم المقبل أخيرا انتهى مسلسل أحد لاعبين المحترفين في انتظار نهاية مسلسلات لاعبين آخرين حيث أعلن نادي آلانياسبور التركي اليوم الجمعة تعاقده رسميا مع المتألق الجزائري زيندين فرحات فرحات كان قد ارتبط بآلانياسبور بحسب ما أفد به موقع فوت ميركاتو منذ أيام وها هو يوقع معهم فعلا فرحات عبر عن سعادته الكبيرة في تصريحات للموقع الرسمي مشيرا إلى أنه سيقدم كل ما لديه رئيس آلانياسبور جووش أغلو من جهته عبر أيضا عن سعادته بالتوقيع مع فرحات مضيفا أنه يتمنى تألق الجزائري ومساعدة فريقه على تحقيق الأهداف المسطرة الموسم المقبل الموقع الرسمي نادي آلانياسبور احتفل أيضا بقدوم فرحات وقدمه تقديما رائعا كما أشهد به وقال أنه لاعب مميز سيفيد الفريق كثيرا زين الدين الذي سيحمل الرقم عشر في ناديه الموسم المقبل سيقاتل بدون شك من أجل افتكاك مكان أساسي ليس هذا وحسب بل تقديم مستوى كبير وليس هذا وحسب بل أيضا العودة سريعا للمنتخب ولما لا في تربط سبتمبر المقبل دائما مع صفقات لاعبين ومن تركيا لبلجيكا حيث وضع الدولي الجزائري الشاب في منتخب المحل ناذير بن بولي هذه الصورة على حسابها الرسمي في تويتر والتي مهدت لتوقيعه نادي شارلوروا عبر حساباته في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي أعلن عشية اليوم تعاقده رسميا مع ناذير بن بولي الدولي الجزائري وقع وبحسب الموقع الرسمي لشارلوروا عقدا لمدة ثلاث سنوات أي لغاية 2025 من دون أي تفاصيل أخرى خاصة المتعلقة بالجانب المالي ولو أن الصفقة بكل تأكيد لم تكن بأرقام كبيرة لا من حيث قيمة التوقيع ولا من حيث راتب اللاعب بن بولي يضع إذن أولى خطواته في أوروبا على عمل أن تكون موفقة ولما لا يتألق بصورة كبيرة الموسم المقبل ويسجل الكثير من الأهداف ما سيسمح له إن شاء الله بالانتقال لنادي جديد أكبر الموسم المقبل ولم لا الحق المشروع في الوصول للمنتخب أيضا إلى هنا يكون عددنا لنهار اليوم قد انتهى نلتقي غدا إن شاء الله السلام عليكم